شهر رمضان هذه السنة عرف انتعاشاً في المتاجرة بأخطار السموم في الجزائر لم تمر عشرة أيام على الإطاحة بشبكة دولية من جنسية تونسية مختصة في المتاجرة المخدرات الصلبة بمطار هواري بومدين وبحوزتها قربة ستة كيلوغرامات من الكوكاين حتى عادت مرة أخرى قوات الأمن لتطيح بمجموعة إجرامية أخرى من بينها امرأة على مستوى بندينة براقي بالجزائر العاصمة بحوزتها كيلوغرام من هذه المادة الخطيرة من عائدات استراد ومتاجرة مادة الكوكاين يتفنن مروج هذه السموم الخطيرة التي تعصف بالشباب الجزائرية في اقتناء أرقى السيارات أحذية من الطراز العالية تصل قيمتها إلى ملايين سنتيمات وسراويل من المركات العالمية أجسادهم الموشومة تكون في كثير من الأحيان مدربة على استعمال مختلف الأسلحة البيضاء بمختلف أنواعها على إثر العملية تم الضبط كمية معتبرة من مخضيرات صلبة من نوع كوكاين نقي حسب تقرير الخبرة لمخبر الشرطة العلمية بشطو نف ما يقارب الواحد كيلوغرام وتم ضبط مبلغ مالي من عائدات المتاجرة ومجموعة من الأسلحة مختلف الأحفجام والأنواع كما تم الضبط جميع الهواتف النقالة التي تستعمل في الاتصال فما بين المجموعتين واسترجاع سيارتين كانت تستعملت في استيراد والمتاجرة في هذه السموم يتروح سعر الغرام الواحد من الكوكاين في الجزائر حسب متابعين ما بين المليونين والمليوني ونصف سنتيم أي بعملية حسابية قد تصل قيمة هذه المادة المحجزة إلى أزيد من ملياري سنتيم تعقب هذه الجماعة الإجرامية وصل حسب ما كشفت عنه مصادر إلى أربعة أشهر بحكم أن أفرادها محاطون بسرية تم خلال تنقلاتهم لإيصال هذه السموم إلى فئة معينة غير متاحة لجميع مستهلك المخدرات هي فئة المدمنين الراقين أو أصحاب الملاير للملايين